مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك العام عزيزي هذه القراءة تصلح للطالع الشمسي وايضا القمر رح انظر فيها الى الجانب العملي من حياتك الحياة العاطفية اللي ممكن تكون فيها الطاقة معكوسة وايضا الاخبار القادمة في طريقك ابتدي اول شي بالجانب العملي وهو جانب المال والاعمال الوظيفة والدراسة وحتى المشاريع اول كرت هو الطاقة الحالية اخيرا وصلت يا برج القوس الى مرحلة وضوح اتضحت عندك امور انكشفت لك امور فصرت فاهم حقيقة وضعك خلا نشوف الطاقة اللي طالع منها البرج اكيد لما يكون عندنا البرج يكون عندنا المبنى اللي بخلينا ما نقدر نشوف خارج هذا البنيان عندما يسقط البرج هذه هي لحظة سقوط البرج خلاص هذه طاقة الماضي حدثت انتطالع من ثلم من صدمة من متعافي من علاقة حتى انفصال صار عندك وضوح طاقة المستقبل اوكي تحس بالحرية تعرف ساعات تصيدنا حادث او صيدنا شيء لا سمح الله الشيء نفسه سيء ولكن ما بعد الحادث تكون لحظة جميلة تحس بالتحرر هذا النوع من الطاقة انه فيه تدخل الهي الوضع اللي كان موجود عندك كان فيه مشكلة ما كان قاعد يمشي حسب منصلحتك كان لازم هذا البرج يقع هذه اللحظة الصدمة الخسارة تحصل في حياتك من اجل ان تدرك الحقيقة من اجل ان تدرك شلو الاشياء اللي حاليا فعلا تهمك الطاقة اللي راح تحتاجها اوكي الكوب الصغير ما بين مالكة الاكواب الى الكوب الصغير يقول لك محتاج ان تدمعها لا تكون اندفاعي خلال هذا الشهر وان كنت تملك هنا في السيف الاول الكثير من المعلومات الكثير من الاستيعاب ولكن لا تستعجل في صنع القرار والنتيجة عندنا هنا عشر الاخصم قراءة جدا بالنسبة لي ضاقتها جدا جميلة خصوصا في الجانب العملي عندك انتهاء لاشياء مؤلمة المرحلة المؤلمة في حياتك مرحلة الخسارة هنا اشوفك انما انت عندك الكثير من الامور اللي تستنزفك يمكن ماليا ضاقة ما اخذ انت الكثير من المهمات داخل المنزل وخارجها بحيث انك ما تقدر ما عد تقدر ولكن ظليت تحاول تصارع او تتحمل فكانت لازم كنت انت بحاجة الى طاقة البرج كرت البرج كان مهم تدخل ينهي عندك شيء ممكن حتى بعضكم مرة بحادث سيارة خسر فيه ممتلكات حادث خسر فيه تلفون ممتلكات شيء مهم بالنسبة له ولكن لما خسرت هذا الشيء ادركت حقيقة اهم كأنه ما هني شوي ابتعد عن انفصالك كنت جدا متعلق بهذا الشخص او بهذه الفرصة بهذه الممتلكات صرت اهني اكثر حرية جميلة هذا الطاقة لما تكون انت متجه نحو سعادة ما تحتمد على اشياء ما تحتمد على اشخاص وحتى ما تحتمد على ظروف هذي السعادة الجميلة والادراك اللي انت رح تصل له في حياتك العملية يعني بغض النظر الامور في مشروعك في عملك او حتى في الدراسة قاعدة تكون تمام او عكسه انت سعيد نوضح السيف الاول اربع اربع الخماسيات اوكي لانك كنت قبل في سبب الحقيقة ما اظهرت او ما رح تظهر نفسها لك قبل هذا الشهر انت كنت غير مستعد لان تسمع الحقيقة ممكن الحقيقة تقول لك انه مثلا الممتلكات البيت اللي انت بنيتها الوظيفة اللي انت فيها حين خسرتها مثلا المشروع اللي خسرتها المشروع اللي ما وفقت فيه فيه شيء هني حدثت مثل ما قلت لك لحظة البرج انت كنت قبلها غير مستعد ان تسمع ان الشيء اللي انت داخل فيه ليس من مصلحتك ما قاعد يخدمك برجك اللي انت بنيته من اجل ان تعمره صار لك بمثابة التقييد صارت مقيد داخل برجك الخاص فهني كأنه ما صار حدث او ظرف خارج عن ارادتك عشان تقدر تشوف عشان تكون مستعد ان تنفتح وفعلا تكون على الخارطة الصحيحة وتروح لفرصة جديدة افضل ان شاء الله قادمة في الطريق لانه في عرض اجمل قادم بالطريق في عرض اجمل ماديا وحتى معنويا اهني عندنا طاقة المياه وعندك ايضا طاقة الابراج الترابية ثور جدي اتوقع هذه طاقة الشخص اللي رح يعرض عليك او يأتي لك بفكرة العرض الجديد وهني عندنا طاقة الحوت برج الحوت والسرطان وايضا الحوت السرطان والعقرب خلي نوضح ملكة الاكواب ستة الاكواب شايف الماضي شايف قديم انت متعلق فيه وظيفة قديمة فكرة قديمة لمشروع مش مستعدك ان تدخلى عنه ولكن حين ممكن بعضكم حدثت لك حدثت خلاص لحظة البرج عندكم وبعضكم لا مقبل على ان تحدث في حياتي لحظة البرج ولكن هتأكد لحظة جميلة تعرف اللي يقولون لك الدمار الجميل ساعات يكون في دمار مخيف هذا دمار جميل رح يفتح عينك على فرص اجمل اجمل تعطيك مردود اموال قاعدة هني اشوف في هاي صورة اموال اموال تأتيك بالراحة هني اشوف انك كنت متجه لطريق صعب طريق فيها عناء وتكبل تأتي بالاموال تدرس الدراسة في مكان ما يقدرونك فيه انت غير مقدر في المكان القديم في المكان الجديد هم اللي يطلبونك خلي نوضح الكوب الصغير الموضوع وين تأخذ مسار حياتك العملية في الفترة القادمة من بعد ما تحتضرحلة التغيير هي بيدك انت لا تلوم الاخرين ولا تحطي القوة اهني القوة الساحر في يده صليجان انت اللي في يدك ان تأخذ الموضوع الجديد وين محبيت اهني كأنما مثل ما قلت لك مطلوب منك طاقة التأني فكر قبل ما تنفذ فكر الحين انا انتهيت من القديم راح ادخل في الفرصة الجديدة وين اريد شنو اريد احقق وين اريد ااخذها هل اريدها تكون ناجحة فقط على المحليا اريدها ان تصل الى النجاح على مستوى الدولة نجاح على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم وين اريد ااخذها هذا هو السؤال المهم اللي لازم تطرحه عشان توجهنيتك وقاربك في هاي الجهة واخر شي عشر الاخصان كرت برج الحوت العالمة الهاي بريستس وهي حافظة الاسرار مثل ما قلت لك يا برج القوس انت هني قاعد تتحمل تتحمل الكثير وقاعد حتى ما تعبر هني داخل فطاقة ما تعبر عن مقدار الالم مقدار التعب اللي انت تمر فيه برج القوس مش من الابراج اللي يشتكي فيه ابراج كثيرة تابون تعرفون طبيعة الابراج شوف الكومنتات اللي يكتبونها اصحاب الابراج تحت كل فيديو رح تفهمون طبيعة الابراج اقروا ما تحت الكلام اذا شفتوا طبيعتهم كثرة التدمر اعرفوا ان هذلين الابراج من النوع اللي يشتكون انت ما تشتكي هني يا برج القوس وهو فعلا طبيعتك ما تشتكي ولكن مش معناته ان معاناتك اقل من الاخرين بالعكس انت حملت الكثير وحان الوقت لتظلم تمسك بالقديم لان حان الوقت ان تأتيك الفرصة الجديدة ايه هي تعطيك ما تستحق لا تخلي الاخرين هني يقولون لك ويملون عليك شنو انت استحقه خصوصا اذا شرفوك في الفترة القادمة دائما جيبك مليون من الاموال الاموال يأتونك بالراحة المناصب والاخرين دائما هم اللي يطلبونك عندك طاقة الاخرين راح يطلبونك في الناحية العملية في الفترة القادمة لا تستغرب هذه ثمرات صبرك انت صبرت وتحملت طبعا التحمل هي من طبيعة الابراج الترابية ولكن انت صبرت وتحملت قمت بما يجب او دفعت اللي عليك عشان تأسس لنفسك بداية جديدة الله ما كتب لهاي البداية انت نمو او الظل قائمة ولكن تأكد ان تحت هذا كله بداية اجدد شوف الكرتات اللي تحت ايه اللي توضح لنا في شي توه تحت التربة الزرعة لما كنت توهى تريد ان تثمر اول ما تبتدي تكون تحت التربة خلال هذا الشهر انت وضعك راح يكون توهى تحت التربة توهى الزرعة مش تعدة ان تشق طريقها الى النور فلا انت تحبسها هني عندك شوية طاقة الحبس او تريد ان تقاومها عندك طاقة مقاومة لا تقاومها لا تقاومها خلك منفتح في كرت الساحرة هني اشوف لك طاقة العالم هو قوقعتك يعني العالم في يدك وين ما تريد تأخذ حياتك العملية قادما راح تقدر الامور سهالات طاقة الماء دائما في الحياة العملية هي طاقة التسهيل تسهيلات قادما في طريقك فلا تفكر شنون راح يسوي وشنون راح يصير اللي في بالي كل الامور والابواب راح ان شاء الله تنفتح في وجهك باب تلو الاخر حان الوقت لتحصد ثماراتها اللي بعد راح اشوف يا اعزائي الجانب العاطفي العاطفية راح تكون عامة مش خاصة بالمرتبطين او المنفصلين او غيرها القراءات التفصيلية راح ان شاء الله تكون خلال شهر يوم ما خلا نشوف وضعك او طاقتك العاطفية لهذا الشهر شهر ستة اول كرت عشرة الاكواب راضي بنصيبك راضي ما اشوف عندك طلبات بعجيزية مع الشرك وحتى تجاه الشرك جدا قنع العربة مثل ما حياتك العملية التسهيلات راح تأتيك في دربك اهني اشوفك انت تقدم للشريك تسهيلات تحاول انت سهل العقبات اللي موجودة احتمال موجودة امامكم عشان ترسطبطون كرت برج العقرب هل هو برج العقرب هو العقبة يمكن ام الشريك امك انت احد الوالدين من برج العقرب لان اهني كانما اشوف شخص واقف بالمرصاد لكي يمنع او يؤخر على الاقل الارتباط والاجتماع بينكم الخماسيين شفت العربة العربة دائما تتوجه بسبب قوة اندفاعها فيها حصانين تتوجه بشكل مباشر في شخص واقف امامك انت والشريك يحاول يمنع يأخر يحط كنترول على هذه الارتباط الاجتماع السعادة اللي موجودة ومكتوبة لكم انت والشريك النصيحة والحل الوحيد تجاه هؤلاء الاشخاص او هذا الشخص بالذات الالتفاف شفتها هوين واقف تلتف حوله يعني ايضا بمعنى اخر ما تواجهه وما تضيع اي طاقة وجهت في مواجهة هؤلاء الاشخاص لا تعيرهم اي اهتمام وما طاقة واخر الكرت عندنا العالمة مرة اخرى هل مطلوب منك ان شوي تكون كتوم نعم برج القوس من الابراج الصريحة اللي دائما تلاقي عنده الجواب لكل اسئلتك يقول اللي في قلبه على لسانه واللي في لسانه على قلبه كأنما احس شوية نصيحة لك خصوصا مع الشريك او بخصوص وضعك مع الشريك كن متكتما ليش تكون متكتم اشوف كأنما هني هذي كرت السعادة الكاملة رح تحصل على مرادك وبسرعة ليش اقولك بسرعة عندنا العربة مو حصان واحد حصانين السرعة وبقوة وبمستوى حتى قوي يعني حتى لو كان بصير الارتباط ما رح يكون فيه ارتباط اي كلام رح يكون على مستوى برج العقرب هني دائما ان الامور تحدث على مستوى كبير حتى لو ما كان فيه اشخاص واقفين بالارتباط هذا الكرت يقول لي الامور رح تحدث على مستوى كبير يعني ارتباطكم او سعادتكم انتقالكم لمنزل جديد رح يكون خبر يهز مثلا الحي بل ذلك مطلوب منك وانت مع شريك شوية تكتم تكتم على الخير القادم في طريقكم خلا نوضح الكرتات عشر الاكواب عندنا هنا النجمة برج الدلو احتمال احد من برج الدلو يساعدك من اهلك عشرة الاكواب هو كرت اجتماع العائلة ايضا فاذا فيه احد من اهلك او من اهل الشريك هو من برج الدلو رسالة لك ان تثق فيه او تسمح لا على الاقل ان يساعدك تسمح لا ان يساعدك اذا كان هو يعرض خدماته كأنما اشوفك انت مع الشريك رح تملفون بمرحلة جميلة انتقالية تنتقنه الى منزل جديد او ترتبطون في بداية التخطيط للارتباط فخل برج الدلو على بالك التأثير اتوقع رح يكون ان شاء الله جدا ايجابي العرضة فيه كرتين عندنا انقلب كرتين عشر الاخصام مثل القراءة العملية ان احنا خلاص هذا الحمل الثقيل نضعه نرتاح لانه خلاص الاجتماع الاجتماع بيننا وبين الشريك على الابواب الحمدلله انه الكثير من القوسيين رح ينالون منالهم او امنيتهم ان اجمحي كرت الامنية امنيتهم قادمة في الطريق مهما كانت امنيتك تمنى هذا هو شهر التمني الفول مثل ما قلتلك الالتفاف عدم المبالغة في الحديث وعدم المبالغة في الوضوح وان كانت طبيعتك نعم واضحة لا شوية حاول هنا دائما الاحمق شخص اشوفه اخبي ويقول انا ما عندي اي شي اخفي فلاجل ذلك ان تفصح بالكثير عن المعلومات لا هذا الفترة كن فخورا ان يكون عندك اشياء خاصة فيك بينك وبين الشريك وتخفيها عن الاخرين لا تكون منفتحا اوكي واخر شي الخماسيين الاثمان هذا الكثير ثمانية السيوف ثمانية السيوف هني تقول لي ان اذا في اي شخص يريد ان في اشخاص هني يريدون ان يحفرون لك حفرة انت راح كأنما تحس بالاشخاص اللي يحاولون يوقعون بينك او يخربون عليك عملية الارضباط عملية الانتقال السعيد هؤلاء الاشخاص مثل ما قلت لك في البداية التفحوا لهم وخلهم هني يشوف العصابة على عينهم شنو ترمز العصابة عدم القدرة على الرؤية ولكن مش انت اللي تسوي الشي هذا او تقوم به جسديا ثمانية السيوف هي دائما مرحلة ندخل فيها باختيارنا الخاص اشلون يعني تخليهم ما يقدرون يصلون لك لا انت ولا الشريك ما يعرفون اخبارك ما يعرفون التطورات اللي قاعدة تصير في حياتك ما يعرفون العربة هذا اللي بينكم وين وجهتها القادمة وين رح تختارون منزلكم الجديد من وين رح تأثثون منزلكم متى موعد الزواج عليك ان تتركهم في وضع منفصلين اوكي وفي وضع تخليهم في الظلام ما عندهم اي معلومات او حتى قدرة ان يصلوا لمحيطك او محيط الشريك هذا المهمة تقع على عاطقك انت يا برد القوس خلك استعينوا على اموركم بالكتمان خلال هذا الشهر خصوصا لما يكون قادم في طريقك شي جدا جميل اخر كرت العالمة تسعة الاغصان تسعة الاغصان مثل ما تعرفون هو كرت ان اصنع ما بقى شي التسعة بقى القليل ذهب الكثير بقى القليل مستعد اني اتحمل واصبر لحد ما اصل الى مرادي اصل للشي اللي في بالي وايضا هو كرت الحائط اللي نبني بيننا وبين الاخرين نمنعهم من الاقتراب هذه ايضا علامة ممنوع الاقتراب ممنوع الاقتراب بعد هذه النقطة حط حدود في الفترة القادمة انت بحاجة الى ان ترسم مخطط وحدود مثلا اهلي واهلك اتفاق هنا عندنا الخماسيا اهلي واهلك لأى درجة مسموح لهم يعرفون عن علاقتنا وشلو نوع التطورات اللي مسموح لنا نخبرهم فيها وشلو الاشياء اللي نحتضم فيها انا والشريك لنفسنا العالمة الاحتفاء الكتمان الاتفاق ايضا عندك كأنما اشوف راح تمر بفترة جدا متفق فيها مع الشريك وقاعدين تخططون لحياتكم القادمة اوكي هذي كانت قراءتك العاطفية قراءة جدا جميلة وطاقة جميلة يا برج القوس اهني راح ننظر الاخبار القادمة في طريقك سواء انت بانتظار الموافقة على تأشيرة ام نتائج فحوصات اين نوع من الاخبار اللي انت بانتظارها راح ان شاء الله نلقي نظرة اليها خلا نشوف الاخبار القادمة في طريقك في خبر موافقة مبدئية الخماس الصغير هو كارت اشوفه على اساس انه موافقة مبدئية ولكن موافقة تأتي بشروط تأتي بانظمة ولوائح مثلا موافقة على مشروعك ولكن في شروط مالية مع البنك اجراءات لازم تقوم فيها عشان يحدث هذا المشروع على ارض الواقع مثلا موافقة من الشريك حتى على الحمل ولكن في شروط لما يصير الحمل من ربي ابنائنا بهاي الطريقة موافقة مثلا على الفيزا والتأشيرة ولكن في شروط لازم تجلب نوع معين من المال لازم تجلب معاك شهادات الخبرة لازم تقوم باختبار شخصية معا شروط معا شروط اهني عندنا كارت برج الحوت اصبر وتحمل برج القوس انت عزيزي من الابراج اللي في قلبك على الثانك واللي في الثانك هو يوضح اللي في قلبك فهني كأنما حاول ان تستوعب هذه الشروط لا تعترض لانه مو في فايدة من الاعتراض لانه هني قاعدة اشوف الشروط اللي رح تنحط عليك هذه الشروط مجرد عشان يضمن فيها الطرف الثاني حقوقه الطرف الثاني مر ب تجارب سيئة ممكن يكون شريكك ممكن تكون جهة رسمية مروا عليهم اشخاص سيئين اخلوا بالاتفاق فعلى دورك انت على حبك انت رح يكون فيه شروط خلك مرن طاقة الماء هي طاقة المرونة خلك مرن لا تعترض اطلع شوي من طاقة النار طاقة العناد وادخل في طاقة الماء اللي تقدر تستوعب اي شخص واي شي قادم في طريقك وتحاوله وتشكله على مزاجك لانه عندنا في النهاية ثمان الخماسيات ثمان الخماسيات تقول لهني العجلة مرادك العجلة اللي تحاول انك تحركها الشي اللي تحاول ان تصنعه فيه شي انت هنا تحاول ان تنتجه ممكن فيه مشروع ممكن حتى داخل المنزل فيه شي تحاول تنتجه تخلقه عندك مو موجود حاليا تب توجده معتمد على طريقة ادائك واستيفائك لهذه الشروط فخلك مرن عزيزي وراح اسحب لك كرت اخير تبع الرسالة التحذيرية لهذا الشهر او الرسالة التنبيهية خلنا نقول ما الذي يجب ان تنتبه اليه خلال شهر يونيو كل الاعين ستكون عليك لذلك شفنا كذا مرة تكرر هذا كرت برج الحوت القمر وايضا العالمة اللي طلع من شوي كرت برج الحوت كرت الكتمان كرت الغموض لان الاعين عليك انت هنا تعتقد ان فقط انت والشريك او انت وشخص معني رح تخوضون الامر او هذا الشهر ولكن فيه طرف ثالث اثنين زائد واحد ثلاثة الواحد اصلا موجود لحاله يبينلك ان فيه طرف ثالث ممكن تكون جهة رسمية ممكن حتى مدرائك ممكن يكونون اعداء يمثلون انهم اصدقاء ممكن يكونون اي شخص اعينهم عليك كأنه هنا يترقبون ينتظرون منك الزلة ولكن في نفس الوقت انا قاعد افسرلك اول شي طاقة الرقم ولكن طاقة الكرت نفسه طاقة ملك النسور ملك النسور او طاقة النسر بشكل عام هي طاقة الحماية الحماية الربانية نعم الحماية الربانية رح تكون متوجهة او محافظة اكثر عليك خلال هذا الشهر لانك انما تريد ان تدفعك لتحصل على مرادك ولكن انت ايضا لازم تتساعد مع الطاقة المتوفرة امامك يعني مش لانه فقط الله حاميني اقول الله حاميني اروح مثلا اقف امام السيارات في الشارع واتعمد ان اقوم باشياء متهورة عندك هذا النوع من التحذير والطاقة اوكي انظر الى الصورة الكبيرة بالضبط حتى في حياتك العملية او ما تريد ان تحققها الصورة الكبيرة حاليا نعم علينا اشتراطات علينا ان نكون غمضين علينا ان نتكتم نكون شوية مش على طبيعتنا النارية ولكن في النهاية ما يهم لانه راح نحصل بسبب هذا الغموض الكتمان راح نحصل على ما نريد نصبر من اجل ان ننول هذه هي الرسالة التحذيرية لك وبشوف لك شنو الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها او تساعدك خلال هذا الشهر الحوت للمرة الرابعة او الخامسة هل قاعد تتعامل مع شخص من برج الحوت الحوت انصره مائي ولكن هنا عندنا في البرد الطاقة الحيوانية الحوت يتكلم لك عن دائما طاقته في التارو هي الطاقة الغامضة ولكن هنا في الطاقة الحيوانية غموضة كتمانة لح مغزة لح مغزة في سبب لما الحوت يغوص في الاعماق المظلمة ويختفي عن الانظار ويمنع الاخرين من الاقتراب او الحصول على اخباره وفي سبب لما يظهر للصطح خل كل شي تسوي خلال هذا الشهر يكون له سبب وهدف محدد عزيزي برج القوس هذي كانت قراءتك الجميلة جدا العمل